أطلقت الجامعة الإسلامية بغزة اليوم أعمال المؤتمر العلمي الرابع في الأعجاز والذي عقدته هيئة الأعجاز في القرآن والسنة بمركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية بكلية أصول الدين بالشراكة مع كلية الشريعة والقانون والموسوم بالأعجاز التشريعي في القرآن الكريم والسنة المطهرة في مواجهة كورونا والأوبئة المعدية وأقيم المؤتمر بالتوازي بين قاعة المؤتمرات الكبرى وقاعة مؤتمرات طيبة وكان من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا هدف المؤتمر إلى التماس وجه الإعجاز التشريعي في مواجهة وباء كورونا والأوبئة المعدية كون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بمنظومة من الأحكام والتدابير والإجراءات وتناولها في عصره عن هذه القضية دور العلماء في إبراز هذا الجانب القرآني والنبوي في تناول هذه القضية حتى يثبت وجه أجاز التشريع في القرآن الكريم والسنة المطهرة في مكافحة هذا الوباء الجائح وناقش المؤتمر نحو 26 ورقة بحثية في ست جلسات مختلفة تناولت العديد من الموضوعات ذات الصلة بعنوان المؤتمر هذه الجلسة وهذه الأبحاث أن الإسلام سبق كل التشريعات الموجودة اليوم وكل التوجيهات الموجودة اليوم سبق الإسلام فيها وفيه تأصيلات شرعية تأتي أهمية هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات العلمية المحكمة لما لها من دور في وضع الضوابط الشرعية والعلمية للبحث في وجه الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم والسنة النبوية وبيان أهمية الإعجاز في القرآن الكريم وبيان دوره في تشخيص أحوال الأمة الإسلامية لوضع الحلول المستوحات من خلاله لمعالجة النوازل والمتغيرات سبق خضر المؤتمر اليوم كان أننا ممكن نرجع إلى الدوام الوجاهي فهنا نستطيع محاربة الوباء بحيث عدم الانتشار مجدداً للوباء أوصى المؤتمر بضرورة استمرار الحكومة الفلسطينية في حالة الطوارئ لمواجهة الوباء وعدم التراخي خاصة بعد هبوط نسب الإصابات كما أوصى بضرورة تطوير سبل التعايش مع الوباء في حال دوامه وعدم القضاء عليه إضافة إلى تشكيل مرجعية شرعية للفتاو في التوازي والطوارئ بحيث تشمل هذه المرجعية جميع المؤسسات والمجالس واللجان الشرعية للفتوى حتى يتم توحيد الفتوى اللازمة لمكافحة الأوبئة وأخيراً البحث عن طرق أكثر تقدماً وأكثر يسراً في العملية التعليمية والوصول إلى أفضل صورة من التوافق بين التعليم عن بعد وتعليم الوجاهي في ظل الوباء